بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء أنا الطلاب والطالبات أهلاً ومرحباً بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات صفر رابع الفصل الدراسي الأول درس اليوم رح يكون مسأل وعندنا استقصاء حل المسألة طالما استقصاء إذن رح يعطيني مجموعة خطط ومن هذه الخطط أختار الخطة المناسبة إذن أختار الخطة المناسبة بداية في الدرس السابق أخذنا جداول الدوال أخذنا جداول الجمع والطرح أخذنا واجب السؤال كان يقول أنشئ جدول دالة ثم أكتب قاعدة الدالة لدى نورة 75 ريالاً وقد قررت توزيعها على عدد من المحتاجين بحيث تعطي الواحد منهم 15 ريالاً فكم ريالاً سيتبقى معها بعد التوزيع على ثلاث أشخاص طلب مني إنشاء جدول الدالة جدول الدالة نتذكر الدالة هي علاقة بين مدخلة ومخرجة وبينهم قاعدة إذن راح الآن أنشئ الجدول ونشوف كيف أنشئنا الجدول طبعاً عندي هنا المدخلة وعندي المخرجة القاعدة وش القاعدة؟ ناقص 15 من واجبناها؟ لاحظة السؤال توزيعها تعطي الواحد 15 ريال طالما تعطي إذن راح تكون الإشارة بالطرح ناقص طيب عندي ثلاثة ثلاثة محتاجين طب شنسوي راح أخذ المبلغ اللي هو 75 ريال ونقص منه كم؟ 75 أنقص منه 15 كم يتبقى؟ أطبق القاعدة الآن راح تبقى 60 الآن الستين مرة الثانية راح تعطي المحتاج الآخر من هذه الستين أيضاً راح أطبق القاعدة نقص 15 يتبقى عندنا 45 الآن الأخير المحتاج الأخير أو الشخص الثالث 45 أيضاً لو نقصت منها 15 تبقى القاعدة اللي عندي يتبقى من هذه 45 30 إذن لاحظ هي علاقة ما بين مدخلة ومخرجة إذن الآن يتبقى معها بعد التوزيع على ثلاث أشخاص 30 ريال أنشأنا طبعاً جدول الدالة كتبنا القاعدة اللي هي المدخلة أنقص منها 15 طبعاً انستجناها أو وجدناها من المسألة إذن درس اليوم سيكون عندنا المسائل سيعطينا مجموعة خطط بداية ما هي الخطوات الأربع لحل المسألة لدينا خطوات إذا عندي أي مسألة فأتبع هذه الخطوات تسهلي المسألة والوصول للحل أول خطوة من هذه الخطوات لحل المسألة هي أفهم إقرأ المسألة جيداً استخرج منها المعطيات والمطلوب بعد كذا شف الخطة المناسبة اللي تحتاجها مر علينا مجموعة خطط من هذه الخطط الحل عكسي إنشاء جدول التخمين والتحقق وهذه مجموعة خطط تساعدني في حل المسألة حدد الخطة سأقوم بإنشاء جدول سأقوم بالجمع وهكذا بعد ما حددت الخطة اللي راح اطبقها ابدا لها في التنفيذ وهذه الخطة الثالثة هي الحل أخيراً تحقق من حلك إما عكس العملية إذا كان ضر استخدم القسمة إذا كان جمع استخدم الطرح أو باستخدام طريقة أخرى كذلك باستخدام التقدير وجميعها طرق للتحقق من حلك إذا المسألة اللي عندنا هالمسألة متنوعة باستخدام خطة استخدم أحد هذه الخطط طبعاً بإمكانك استخدام أيضاً خطة أخرى حسب ما ترى قد تختلف طريقة الخطة اللي اخترتها عن زميلك نعم هناك مسألة تحل بأكثر من خطة لدينا التخمين والتحقق هالمسألة أبسط إنشاء قائمة منظمة رسم صورة أيضاً تمثيل المسألة راح نشوف الآن مسألة متنوعة ونشوف ما هي الخطة المناسبة لكل مسألة السؤال يقول زرع فلاح ثلاثين بدر الطماطم في البستان وبعد فترة وجد أنه من بين كل خمس بدور ثلاث فقط أنبتت شتلات ما عدد البدور التي أنبتت شتلات طبعاً راح نتخذ الخطوات الأربع أبدأ بإفهم قرأت المسألة جيداً حددت المعطيات اللي احتاجها وهي زرع الفلاح ثلاثين بدر الطماطم نبتت من كل خمس بدور ثلاثة فقط من كل خمس ثلاث كم عدد اللي زرعه كم بدر عندنا عندي ثلاثين ما المطلوب ما عدد البدور التي أنبتت شتلات التي أنبتت شتلات مثل ما قال لي هنا من كل خمس لدينا فقط اللي أنبتت شتلات مثل هذه المسائل طبعاً بإمكاني استخدام خطة الرسم رسم توضيحي ليس بالضبط الرسم الدقيق لهذه الخطة كيف صاغل الخطة استعمل خطة الرسم لتحول المسألة أو استعمل خطة الرسم واستعمل إشارات لتمثيل بذور إذا اللحظة سأستعمل إشارات وليس رسم دقيق مثل برسم البذور أو شتلات طيب رح أضع إشارات الآن طالما عندي ثلاثين بدرة رح أكون ثلاثين إشارة وطالما من كل خمس ثلاثة إذا رح أضع كل خمس مع بعض وضعنا كل خمس مع بعض حتى كون ثلاثين طيب نشوف الآن من هذه الخمس نبت عندي ثلاثة ثلاثة من هذه الخمس إذا رح أحدد من كل خمس ثلاثة بهذه الطريقة ثلاثة في كل مجموعة ثلاثة ثلاثة الآن رح أحسب واشوف شوف الآن ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زي الثلاثة من كل خمس ثلاثة عندي مجموعة ثلاثين يعني خمسة وخمسة وخمسة لكن الشتلات ثلاثة في كل مجموعة لو حسبنا الآن ستة تسعة أحسنتم ثمانطعش أو ستة ثنعش ثمانطعش الآن أصبح لدينا عدد البذور التي أنبتت شتلات ثمانطعش بدرة أخيرا بعد ما حلينا الآن أبدأ في التحقق بإمكاني طبعا تراجع حللك تتأكد منه حسب المعطيات أو حتى بإمكاني استخدام طريقة أخرى لو لاحظت الآن عندي ثلاثة كم مرة تكررت واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة بإمكاني أيضا استخدام طريقة أخرى نقول ثلاثة ضرب ستة يساوي ثمنطعش إذن أوجدناها بطريقة مختلفة بإمكاني بالجمع كذلك بإمكاني باستخدام الضرب إذن أوجدنا الآن عدد البذور التي أنبتت شتلات وهو الثمنطعش تعالي نشوف الآن مسائل وراح نستخدم الخطة المناسبة في حل هذه المسائل السؤال يقول استعمل الخطة المناسبة لحل كل من المسائل لدى سارة سلة فيها سبع تعشر تفاحة وتريد أن تشارك فيها ثلاث من صديقاتها بالتساوي إذن سارة وثلاث من صديقاتها واضح كم عددهم سأصبح طيب فما عدد التفاحات التي ستأخذها كل منهم وكم تفاحة ستبقى دون توزيع لو حددت المعطيات التي لدينا لدى سارة سبع تعشر تفاحة تريد أن تشارك فيها ثلاث من صديقاتها بالتساوي إذن سارة وثلاثة كم أصبحوا كم لدينا لدينا أربعة إذن طالما أننا ستوزع هذه التفاحات على أربعة إذن راح نوزع عليهم بالتساوي ما هي العملية المناسبة؟ طيب نبدأ بأول خطوة حددنا المعطيات راح أكتبها هذه المعطيات اللي عندنا من حسب المسألة ألاحظ كيف اختصرتها فقط في نقطتين أصبح الآن سهل أو سهلت المسألة قليلة المطلوب عدد التفاحات التي نأخذها كل منهم كذلك كم سيبقى مع سارة الخطة مناسبة طبعا بإمكاني استخدام خطة نعم التمثيل أو الرسم طبعاً أنا راح نستخدم خطة الرسم طب لاحظ الآن راح أمثل أنا عدد التفاحات بقطع مثلتها بقطع 17 تفاحة هذه الآن السبع طعش راح أوزعها على كم؟ ثلاثة ولا أربع سارة وثلاثة من صديقاتها إذا راح أوزع بالتساوي على أربعة أوزع بالتساوي طالما أوزع إذا راح أقسمها كأنك توزع السبع طعش على أربعة أنت وأصدقائك طيب إذا لو وضعت في كل مجموعة أثنين لا سيبقى كثير لو وزعت ثلاثة أيضاً سيبقى لكن لو وزعت أربعة على كل واحد لو أعطيت كل واحدة أربع حبات من التفاح إذا هذه سارة تأخذ أربعة وكذلك صديقته الثانية والثالثة والرابع سارة وثلاثة من صديقاتها إذا بكذا أصبح الآن كل مجموعة فيها كم تفاحة أربعة إذا تأخذ كل واحدة أربع عدد من التفاحات وهذا ماذا ما هذا هذا المتبقي إذا لاحظ كيف الرسم ساعدني في الوصول إلى حل المسألة إذا راح أجاب على سؤالة تحصل كل منهن على أربع حبات من التفاح ويبقى تفاحة واحدة بكذا أجبنا على المطلوب من هذه المسألة انتهينا تبقى الخطوة الأخيرة وهي التحقق كيف تحقق استخدم بإمكاني الجمع أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد أربعة يعطيني ستة عشر لو أضفنا الباقي اللي هو الواحد يصبح سبعة عشر وهو عدد التفاح الذي كان لدى سارة نشوف مسألة أخرى نقرأ المسألة وقراءة المسألة بالشكل الصحيح أيضا راح يساعدك في فهم المسألة السوال يقول اشتركت بنتان وأخوهما في تركة والدهم ومقدارها ثمانية آلاف ريال إذا علمت أن للذكر مثل نصيب إثنتين من الإناث فما نصيب كل واحد منهم منهم من التركة طيب ما معنى تركة ما هي التركة التركة هي الثروة بعد وفاة مثلا الأب توزع هذه التركة هنا الآن فهم المسألة كم لدينا لدينا بنتان وأخوهما إذن بنتان وأخوهما أعطاني معلومة جدا مهمة إذا علمت أن للذكر مثل نصيب إثنتين الذكر له نصيب إثنتين يعني هذي إثنتين كان لهم ماذا كان لهم واحد الذكر يقابله إثنتين من الإناث فراح أتعامل مع الاثنتين كأنهم واحد إذا رصب عندي ذكر واثنتين كأنهم واحد إذن سأوزع ماذا هل وزع على ثلاثة ولا على اثنين على اثنين لماذا لأنه قال لي هنا للذكر أو أن الذكر يقابله اثنتين إذن رح أعتبر الاثنتين كأنهم واحد إذن سأوزع هذه التركة اللي هي ثمانية لاف على إثنين حددنا المعطيات من المسألة وكتبناها من خلال المسألة الآن بإمكاني عدم نعودها للسؤال فقط الاعتماد على المعطيات بعد ما طلعتها كذلك المطلوب عندنا ما نصيب كل واحد منهم منهم من التركة راح أستخدم هنا أيضا خطة تنثيل استخدمنا الرسم واستخدمنا التمثيل التمثيل أني أوفر هذه الأدوات أو بإمكاني التمثيل بأي شيء مو بلازم أمثلها بالضبط يعني لا تمثيلها توضيحيا طب شوف الآن مثل ما قلنا شوف الذكر يقابله اثنتين فاعتبرنا أن الاثنتين البنتان كانهم واحد والذكر واحد إذن سأوزع هذه التركة على اثنان التركة ثمانية وزعتها على اثنان ما هي العملية راح أقسمها على اثنان إذن راح أقسم ثمانية الاف على اثنان حتى أحصل على النصف يصبح الآن أربع لاف للذكر وأربع لاف للبنتين البنتين الذكر أربع لاف والبنتين لهم أربع لاف يحصلون على النصف أربع لاف زاد أربع لاف يعطينا ثمانية لاف إذن تحصل يكون نصيب الذكر نصيب الذكر أربعة آلاف ريال ونصيب البنتين كذلك أربعة ألاف ريال أو نصيب نعم الذكر أو البنتين وأخوهما في التحقق طبعا لاحظ الآن بمن اعتبرتنا البنتين أو الأختين بواحد قلنا ألفين وألفين هذا نصيب البنتين ونصيب الذكر أربع لاف زائد أربع لاف نصبح ثمانية لاف كذا أستخدمنا جميع الخطوات الأربع نحن للمسألة نشوف سوال آخر ما عدد قوالب الجبن التي ينبغي أن تضاف إلى كفة الميزان اليمنى للحصول على وزنين متساويين عندي هنا الميزان عندي هنا في الكفة أحد الكفات فيها ثمانية كيلو جرام الكفة الأخرى فيها اثنين طلب مني عدد القوالب اللي رح أضيفها هنا حتى يصبح الكفتان متساويتان ماذا تصبح الكفتان متساويتان إذا كان لهم نفس الوزن طيب هنا عندي ثمانية وهنا عندي اثنين إذا لا بد أن يصبح لديهما نفس الوزن حتى تصبح الكفتان متساويتان بهذه الطريقة كم أضيف على الكفة اليمنى حددنا المعطيات الآن من السؤال حددنا المطلوب كم عدد قوالب الجبن للحصول على وزنين متساويين راح أستخدم خوطة التمثيل راح أمثل هذه المسألة المثال التمثيل وهك أني راح أسويها أبدأ الآن الحل الآن عندي اثنين لو أضفت اثنين إلى اثنين الموجودة هنا كم يصبح يصبح أربعة وهنا ثمانية هل أصبحت الكفتان متساويتان لا لا زالت ليس لهم نفس الوزن طيب راح أضيف أيضا قالب آخر من الجبن أصبحت الآن هل متساويتان لم تصبح الآن متساويتان ليش ليس لهم نفس الوزن طالما عندي بأحد الكفتان ثمانية لابد تكون الكفتان أخرى أيضا بنفس الوزن أضفنا الآن اثنين أصبح كم أصبح ستة وعندي في الكفة اثنان أصبح ثمانية الآن أصبحت الكفتان متساويتان لأن لهم نفس الوزن إذن نكتب اثنين زائي اثنين زائي اثنين يساوي ستة إذن نحتاج إلى كم قالب جبن نحتاج إلى ثلاث قوالب جبن حتى تصبح الكفتان متساويتان في التحقق لو جمعنا الاثنين كررتها أربع مرات اثنين أربع ستة ثمانية يصبح ثمانية إذن بكذا يكون حلنا صحيح نذكي مرة أخرى بالخطوات الأربع أن يحل المسألة ما هي الخطوات الأربع؟ افهم خطط حي التحقق أي مسألة عندي حتى لو كانت قصيرة الفكرة أني أحدد المعطيات وكذلك المطلوب حدد المعطيات اللي تحتاجها اللازمة هناك بعض المعطيات لا أحكاج إليها اقرأ المسألة حدد المعطيات اكتبها مرة ثانية إذا كتبتها مرة أخرى لا تحتاج أن تعود إلى المسألة يكفي المعطيات اللي حددتها كذلك يكفي المطلوب اللي يريده من هذه المسألة بعد ما حددت المعطيات المطلوب أبدأ الآن في اختيار خطة مناسبة إذن هنا المعطيات وهنا المطلوب أبدأ الآن في اختيار خطة مناسبة ولدينا خطط كثيرة من هذه الخطط إنشاء قائمة الحل العكسي رسم صورة البحث عن نمط إنشاء جدول هناك بعض المسائل تحل باستخدام التخمير والتحقق لا بدأ أخمن وتحقق مثلا ثلاثة عداد مجموحهم عشرة بدون تكرار لا بدأ أخمن حتى أتوصل إلى الحل أيضا في مسائل يحتاج إلى إنشاء جدول اللي يقول مثلا في الأسبوع الأول كذا في الأسبوع الثاني كذا تحتاج إلى إنشاء جدول كذلك في بعض المسائل حتى أحلها أستخدم الحل العكسي يعني يصبح آخر المسألة أولها فأبدأ من الأخير ونبدأ عكسيا حتى أصل إلى البداية بعد ما اخترت الخطة المناسبة أكتب سأقوم بالتخمين والتحقق سأقوم بإنشاء جدول وهكذا أبدأ في تنفيذ الخطة أتحقق من حلي حتى ما يروح اللي سويتها كله كيف أتحقق إما بعكس العملية إذا كان الجمع لنستخدم الطرح إذا كان قسمه لستخدم الضرب أو بطريقة أخرى إذا كان مثلا جمع أستخدم الضرب لأن الضرب هو تكرار للجمع أو باستخدام التقدير ومثل ما قلنا باستخدام خطة أو طريقة أخرى لنحل بكذا يكون نوصلنا لنهاية درسنا وطالما يقول لي استقصى إذن أبحث عن خطة وأختار خطة مناسبة لحل المسألة أحيانا في المواضيع يقول لي خطة حل المسألة يعطيني خطة لكن إذا قال لي استقصى فالفكرة أن يقول اختر الخطة التي تناسبك واشتغل عليها وحل المسألة فيها قد تختلف خطتك عن زميلك وهذا طبيعي المسألة قد تحل بأكثر من خطة شكرا لكم شكرا لإهتمامكم ومتابعتكم كان معكم عبدالله الكثيري من لغة الإشارة الأستاذ عماد الدويب دمتم سالمين يحب الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته